بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم في الوحدة الحادية عشر من مقرر طرق تدريس اللغة العربية وعنوانها طرق تدريس التذوق الأدبي والبلاغة ندرس في هذه الوحدة مجموعة من الموضوعات الأساسية التي ترتبط بالتذوق الأدبي والبلاغة تشمل هذه الموضوعات مفهوم التذوق الأدبي والبلاغة أهداف تدريس التذوق الأدبي والبلاغة مهارات التذوق الأدبي والبلاغة وسائل تنمية التذوق الأدبي والبلاغة العلاقة بين التذوق الأدبي والبلاغة طرق تدريس البلاغة دعونا نبدأ أولاً بالتوقف أمام أهداف تدريس التزوق الأدبي لماذا نحرص على تدريس التزوق الأدبي لأبنائنا في المرحلة الثانوية؟ يهدف تدريس التزوق الأدبي في التربية الحديثة بشكل عام إلى تحقيق غرضين إثنين أساسيين أولهما مساعدة الطالب على أن يستعيد التجربة النفسية والشعورية التي عاشها الشاعر أو الأديب وأراد أن ينقلها إلينا هذه الاستعادة التي تشير إلى أن الطالب أصبح قادرا على المشاركة الوجدانية مع غيره وأن يستدخل التجارب النفسية التي مر بها الأديب أو الكاتب ولا شك أن هذا الهدف يعني إقدار الطالب على الاستفادة من هذه التجارب النفسية في حياته بل وتدريبه على توظيفها لحل مشكلاته ولترقية عواطفه ولتحسين وجدانه أيضا الهدف الآخر يتمثل في تنمية التذوق الأدبي عند التلميذ أو المتعلم وتدريبه على اختيار ما يلائمه من الأدب بل وإقداره على قراءة هذا الأدب قراءة تذوقية عميقة يتضح لك أن الهدف الآخر يرتبط في تحقيقه بالهدف الأول لأن تنمية التذوق الأدبي وتنمية القدرة على اختيار الأدب المناسب وتنمية المهارة في قراءة الأدب قراءة تذوقية عميقة لا تتحقق إلا إذا استطاع الطالب بداهة أن يستعيد التجربة التي عاشها الشاعر لا يتحقق الهدف الثاني إذن إلا إذا تحقق الهدف الأول ولا شك أن أهداف تدريس التذوق الأدبي بهذا الشكل تقودنا إلى تساؤل لماذا يتم تدريس التذوق الأدبي والبلاغة في المرحلة الثانوية على وجه الخصوص إن التذوق الأدبي بهذا المعنى وبهذا المفهوم يعد من الأهداف المهمة في تدريس الأدب فالأولى به أن يكون هدفا أساسيا بل يكون في مقدمة الأهداف اللغوية للمرحلة الثانوية وذلك لأسباب واعتبارات لعل من أهمها أن تدريس التذوق الأدبي في المرحلة الثانوية يتناسب مع الخصائص النفسية للطلاب في هذه المرحلة فالطلاب في المرحلة الثانوية تتشعب قدراتهم وتتشكل ميولهم وتقوى إمكاناتهم وتزيد قدرتهم على التذوق الفني في مختلف المجالات من موسيقى وتصوير ونحن وأدب في مختلف ألوانه وأشكاله وفنونه إذن كيف يمكن أن نعرف التذوق الأدبي في ضوء ما سبق؟ التذوق الأدبي هو نشاط إيجابي يقوم به المتعلم أو المتلقي هذا النشاط الإيجابي يتشكل ويأتي استجابة أو كرد فعل للتأثر بنواحي الجمال الفني في النص بعد أن يركز الطالب انتباهه على نواحي الجمال الفني ويتفاعل مع النص الأدبي تفاعلا عقليا ووجدانيا ويستطيع أن يقدر نواحي الجمال في هذا النص وأن يحكم للشاعر أو يحكم عليه يأتي التذوق الأدبي ليسجل رد الفعل والاستجابة النفسية والعقلية لهذا النص إذن التذوق الأدبي هو حالة من حالات التداخل والنشاط بين العقل والوجدان هو حالة من حالات رد الفعل الذي يتفاعل فيه العقل مع النفس متأثرين معا بنواحي الجمال في النص الأدبي المدروس ترجمة نانسي قنقر